النتيجة صارت واضحة بين أيديكم إنني عرضت الحقائق جليتا الكتب التي قرأت عليكم منها هي من أهم الكتب في المكتبة الشيعية النتيجة عبر القرون منذ المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وإلى هذه اللحظة ونحن في أيام الأربعين في سنة 1446 للهجرة عبر القرون وليس هناك إلا التخبط ليس هناك من وضوح حتى الذين يؤمنون بالصورة الصحيحة هم لا يفقهونها وسيتضح ذلك لكم حينما أعرض بين أيديكم القراءة الزهرائية للأربعين ومجريات الأربعين وزيارة الأربعين زيارة الأربعين العنوان ومثل ما بيّنت لكم من أن زيارة الأربعين عنوان عنوان ليس لواقعة وحادثة تأريخية وينتهي الكلام عندها زيارة الأربعين عنوان لعبادة لعبادة حقيقية شرطها الأكبر أن يكون زائر الحسين عارفا بحقه بحق الحسين زيارة الأربعين تشير إلى الجزء الثاني من المشروع العاشرائي الأعظم الجزء الأول يتجلى عنوانه في العاشر من المحرم والجزء الثاني يتجلى عنوانه في العشرين من صفار إنها عاشراء السجاد والعقيلة وأسار آل محمد صلوات الله عليهم زيارة الأربعين واجهة عريضة من واجهات الحاضنة الحسينية المهدوية هؤلاء هؤلاء جميعا لا يفقهون هذا المعنى وإنما يبحثون عن حدث تأريخي لا يفقهون هذا المضمون وهذا يكشف عن انعدام بصيرتهم في دينهم هذا التخبط وهذا اللا وضوح وهذا التشكيك وهذه الحيرة يثبت المعنى ثم يعود أدراجه مشككا أو منكرا ثم يطرح احتمالات من جيبه الخاص لا حقيقة لها لا جرت على أرض الواقع ولا يوجد لها ذكر في أي كتاب من الكتب ويبني عليها ثم يتركها ويذهب إلى احتمال آخر ويمجد بقول مرجع أساسا هو يتخبط أيضا ويجعل من قوله الذي هو قول متخبط يجعل منه أساسا وموثقا ووثيقتان بل يذهب إلى تقديسه وتبجيله وهو لا يستحق أن يلقى في المزبلة هكذا ضحك علينا وهكذا يضحك على الشيعة إلى الآن والعكاية مستمرة مستمرة لا أعتقد أنها ستتوقف مدام هذا المنهج الأخرق الذي عليه مراجع الشيعة وعلماء الشيعة يستخرجون الدين وفقا له وتلك هي مشكلته مشكلة مشكلة مراجع الشيعة وعلماء الشيعة ومؤلفي الشيعة هي هذه مشكلتهم في المنهج هذا المنهج الذي جعلهم لا يفقهون الجزء الأول من المشروع العاشرائي هو هو الذي جعلهم لا يفقهون الجزء الثاني من المشروع العاشرائي مراجع النجف وكربلاء المراجع الطوسيون الكتاب المؤلفون المفكرون كما يحلو لبعضهم أن يوصفوا بمثل هذه الأوصاف الخطباء الشعراء الذين يتحدثون عن سيد الشهداء ويتحدثون عن عاشراء هكذا يحدثوننا في عقائدهم في فقههم في عرفانهم في خطبهم في بياناتهم السياسية في أجوبتهم وفتاواهم في كل ما يصدر عنهم بخصوص الحسين ونهضة الحسين يقولون من أن نهضة الحسين أدت إلى زوال حكم بني أمية وأدت إلى هداية الأمة وهذا الكلام لا حقيقة له الخلفاء 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 الأمويون الذين جاءوا من بعد يزيد كانوا أسوأ من صحيح أن يزيد ارتكب أكبر جريمة في كربلا لأنهم استثمروا في هذه الجريمة واستمر حكمهم حكم الأمويين فمتى سقط الحكم الأموي بسبب نهضة الحسين استمروا في فسادهم وعهرهم وظلمهم ونجاستهم وذهبوا بعيدا في تدميرهم لدين رسول الله صلى الله عليه وآله وفعلوا ما فعلوا وأين هذه الأمة المهتدية أين هذه الأمة المهتدية هؤلاء مراجع الشيعة وعلماء الشيعة يتخبطون في شؤون الحسين وآل الحسين هؤلاء بين أيديكم فأين هذه الهداية إذا كان مراجع الشيعة وعلماء الشيعة يتخبطون في فهم شؤون المشروع الحسيني ولا يمتلكون صورة واضحة أين هي هذه الهداية هذا كذب كذب وهذا يخالف منطق العترة الطاهرة أقرأ عليكم على سبيل المثال وسائل الشيعة للحر العامل وهذه طبعة المكتبة الإسلامية إنها أشهر طبعات الوسائل هذا هو الجزء السابع صفحة ميتين وثلاثة عشر إنه الباب الثالث عشر الحديث الأول بسنده بسند الحر العاملي عن أبي جعفر الثاني إنه إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه محمد ابن إسماعيل الرازي يقول للإمام الجواد ما تقول في الصوم فإنه قد روية أنهم لا يوفقون لصوم هذه الأمة هذه الأمة الملعونة التي قتلت حسينا ولقد قتلت محمدا وقتلت علي وقتلت فاطمة وقتلت الحسن المجتبة هذه الأمة هي التي قتلتهم لكن الكلام عن حسين هنا صلوات الله عليهم جميعا وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين فمحمد ابن إسماعيل الرازي يقول للإمام الجواد ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم هذه الأمة الملعونة التي كذبا يقال لنا من أنها الأمة المرحومة هكذا يقال في الإعلام وفي كلام رجال الدين من الشيعة والسنة وهي أمة ملعونة لأنها غدرت بالغدير وقتلت فاطمة وقتلت الحسين وهي جارية على هذا المنوال قد يقول قائل والشيعة فإن الإمام الصادق تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحاب أين الهداية في هذه الأمة أين الهداية في أي مكان فهذا الرازي يقول لإمام الجواد ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم فقال الإمام الجواد أما أنه قد أجيبت دعوة الملك فيهم قال فقلت وكيف ذلك جعلت في ذاك قال إن الناس لما قتلوا الحسين أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم الله لصوم ولا فطر فلا أنتم على طاعة في شهر رمضانكم ولا أنتم على طاعة في شهر شوالكم لا في الصوم ولا في الفطر ليس لكم من توفيق أمة سلب توفيقها أمة مخذولة ملعونة فأين هذا الذي يذكره مراجع الشيعة من أن الأمة قد اهتدت بعد مقتل الحسين أين هذه الهداية هم أنفسهم الإمام يقول عنهم من أن هم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وهو يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة والرواية معروفة ولطالما حدثتكم عنها في برامجي ولطالما شرحتها وسأعود إليها أيضا في برامجي القادمة إن الناس لما قتلوا الحسين أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي أيتها الأمة الظالمة القاتلة عترة نبيها لا وفقكم الله لصوم ولا فطر الحديث الثاني بسنده بسند الحر العاملي عن رزين عن إمامنا الصادقي صلوات الله عليه لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش من بطنان العرش يعني من وسطه ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها فهذه الحيرة والضلال منذ رزية الخميس النبي قال لهم قال لهم إنني أريد أن أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا فمثا قال عمر قال إن الرجل ليحجر حكاية رزية خميس هذه هي الأمة المتحيرة الضالة نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لماذا لأنها لم تتمسك بالكتاب والعترة وهذا الكلام ينطبق على الشيعة والسنة الشيعة أيضا مراجع الشيعة لا يتمسكون بالكتاب والعترة الدليل تفاسيرهم الدليل عقائدهم يأخذون عقائدهم من علم الكلام الناصبي ويفسرون القرآن وفقا لمناهج النواصب وفقا للمنهج العمري تفاسيرهم موجودة عقائدهم موجودة أما فتاواهم فإنهم يستنبطونها وفقا لطريقة الاستنباط الشافعي وأدل دليل سلوهم ما هي مصادر التشريع عند مراجع الشيعة سيقولون لكم الكتاب السنة الإجماع العقل في أي مكان ذكر رسول الله ذلك إن النبي أمرنا أن نتمسك بالكتاب والعترة فقط وقال لنا ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعد أبدا فيفترض أن مصادر التشريع هي الكتاب والعترة وانتهينا هذه وصية رسول الله فمن أين جئنا بالكتاب السنة الإجماع العقل إنها مصادر التشريع عند الشوافع لكنهم قلبوا القياس إلى العقل وفي النتيجة العقل عندهم هو القياس فمصادر التشريع عند الشوافع هي الكتاب السنة الإجماع القياس أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل لكن الحقيقة هي هذه إذا أردتم أن تطلع على التفاصيل عودوا إلى برامج المفصلة بالتحقيق والتدقيق وفي مئات ومئات من الساعات ومئات من الوثائق والأدلة والدقائق والبراهين ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى والإشارة إلى الحجن ولا لفطر والإشارة إلى الصيام ثم قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين إلى قيام القائم فأين فأين الهداية يضحكون عليكم ويضحكون على أنفسهم أين الهداية في هذه الأمة قد تقولون إذن ما هي النتائج المترتبة على مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه سيأتي الحديث عن هذا لكنني أريد أن أبين لكم مدى جهل هؤلاء أتحدث عن مراجع الشيعة الكبار وعن كبار الخطباء وعن كبار الشعراء وهم يضحكون عليكم من أن الحسين حينما قتل أدى ذلك إلى هداية الأمة الأمة ازدادت ضلالا وازدادت بعدا عن دين الله وكفرت بدين الله الروايات والأحاديث عندنا من أن الأمة ارتدت بعد مقتل الحسين أحاديث أهل البيت هي التي تقول لست أنا مثلما ارتدت الأمة بعد مقتل رسول الله حينما قتل الصحابة بالتعاون مع بعض زوجات النبي قتلوا رسول الله تسميما فإن الأمة ارتدت إلا قلة قليلة الحال هو هو بعد مقتل سيد الشهداء فإن الأمة ارتدت إلا أفراد قلائل التصقوا بإمامنا السجاد هذه أحاديث العترة ما هي أحاديث فلا جرم والله الإمام الصادق يقول فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثائر الحسين هذا ما جاء في وسائل الشيعة غيبة النعماني ماذا نقرأ فيها النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة الحر العام لمتوفى سنة 1104 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة صفحة 144 حديث طويل إنه الحديث الثالث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدث حذيفة بن اليمان وهو من خواصه مثل ما كان من خواص رسول الله صلى الله عليه وآله حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة من فماذا يقول أمير المؤمنين يحدثه عن مقتل الحسين صلوات الله عليه ويقول أمير المؤمنين فلعنت أمة تقتل ابن بنت نبيها ولا تعز من أمة ستبقى ذليلة وبقيت هذه الأمة ذليلة وستبقى ذليلة بين الأمم ولعن القائد لها والمرتب لفاسقها هذا الأمر خطط له أيام رسول الله حينما اجتمع الصحابة اللعناء وتعهدوا فيما بينهم وكتبوا الصحيفة المشؤومة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا من أن الحسين متى قتل إذا كتب الكتاب قتل الحسين الكتاب هنا يراد من الصحيفة المشؤومة التي كتبت أيام رسول الله سرا مجموعة من الصحابة المنافقين اللعناء كتبوا الصحيفة المشؤومة ثم نفذوها عمليا في سقيفة بني ساعد الحسين لم يقتل في السقيفة وإنما قتل في يوم الصحيفة الصادق يقول إذا كتب الكتاب وهذا ما هو قول الصادق صلوات الله عليه ينقله عن رسول الله وهذا ما هو قول رسول الله النبي ينقله عن الله هذا قول الله إذا كتب الكتاب قتل الحسين هذا قول الله ينقله الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله فلعنة أمة تقتل ابن بنت نبيها الرواية في الجزء الثامن من الكاف الشريف أتحدث عن روايتي إذا كتب الكتاب قتل الحسين فلعنة أمة تقتل ابن بنت نبيها ولا تعز من أمة ولعن القائد لها والمرتب لفاسقها فوالذي فوالذي نفس علي بيده لا تزال هذه الأمة بعد قتل الحسين ابن في ضلال أين هذه الهداية يا أيها المراجع اللعناء أين هذه الهداية فوالذي نفس علي بيده لا تزال هذه الأمة بعد قتل الحسين ابن في ضلال وظلمة وعسف وجور واختلاف في الدين وتغيير وتبديل لما أنزل الله في كتابه وإظهار البدع وإبطال السنن واختلال وقياس مشتبهات وترك محكمات حتى تنسلخ من الإسلام وتدخل في العمى والتلدد والتسكع التلدد والتسكع إنها الضلالة في أسفه صورها إنها الضلالة في أتفه حالاتها ضلال مع سفاهة مع تفاهة مع حقارة مع جهالة هذا هو التلدد والتسكع هذا حال الأمة بعد مقتل الحسين أمير المؤمنين يقول وهكذا وهؤلاء المراجع هؤلاء الثلال يقولون لنا من أن الأمة تهتدت أين هي هذه الهداية أنتم أنفسكم ضالون وأنتم أضروا على الشيعة كما يقول الصادق صلوات الله عليه أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذا كلام الصادقي ما هو كلامي والذي يحدثنا به إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا فوالذي نفس علي بيده لا تزال هذه الأمة بعد قتل الحسين بن في ضلال وظلمة وعسف وجور واختلاف في الدين وتغيير وتبديل لما أنزل الله في كتابه وإظهار وإظهار البدع وإبطال السنن واختلال وقياس مشتبهات وترك محكمات حتى تنسلخ من الإسلام وتدخل في العمى والتلدد والتسكع وهذا ينطبق على الشيعة والسنة السنة تدخل في ضلال منذ مقتل رسول الله والشيعة تدخل في ضلال منذ بداية الغيبة الكبرى حينما تركوا دين الأطهار وذهبوا يتلددون ويتسكعون بعيدا عنه مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا التي وصلت إلى المفيد سنة 410 للهجرة ومن خلاله وجهت إلى زعماء الشيعة ومراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم الخطاب لمراجع الشيعة وليس للبقالين أو الخياطين أو النجارين ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ذهبوا يتلددون ويتسكعون في مزابل نواصب سقيفة بني ساعدة وجاءونا بدين من هناك ألا لعنة الله على دينهم على دين مراجع النجف وكربلا حتى تنسلخ من الإسلام هذه الأمة وتدخل في العمى والتلدد والتسكع ثم يخاطب أمير المؤمنين بني أمية يخاطبهم ليس بنحو مباشر وإنما يخاطبهم في حديثه مع حذيفة ابن اليمان ما لك يا بني أمية لا هديتي يا بني أمية وما لك يا بني العباس لك الأتعاص أين الهداية والأمة تولاها الأمويون الأنجاس أبناء الزواني وجاء بعد ذلك العباسيون أبناء الشيصبان أبناء الشيطان ما لك يا بني أمية لا هديتي يا بني أمية وما لك يا بني العباس لك الأتعاص فما في بني أمية إلا ظالم فمتى سقط الحكم الأموي ها هو يؤكد لنا حمير المؤمنين قبل مقتل الحسيني من أن الظلم الأموي سيبقى مستمرا فما في بني أمية إلا ظالم ولا في بني العباس إلا معتد متمرد على الله بالمعاصي قتال لولدي هتاك لستري وحرمتي فلا تزال هذه الأمة هكذا يصف أمير المؤمنين يصف هذه الأمة زمن الأمويين زمن العباسيين وما بعد العباسيين إلى الزمن العباس الثاني فلا تزال هذه الأمة جبارين يتكالبون على حرام الدنيا منغمسين في بحار الهلكات وفي أودية الدماء هذا هو حال الأمة أين الهداية أين الصلاح في هذه الأمة يا أيها المراجع الأغبياء الثولان أتحدث عن المراجع الطوسيين في حوزة النجف وكربلاء وعن أمثالهم في سائر البقاع الشيعية الأخرى أمير المؤمنين في الحديث نفسه قال لحذيفة إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وهذا هو الذي فعله علماه الشيعة لأن نواصب سقيفة بني ساعدة أساسا لا يعتقدون أن لأهل البيت علما وإنما يقولون هذه أكاذيب الشيعة الذين يعتقدون أن لأهل البيت علما الذين يقولون نحن شيعة وهؤلاء هم الذين أنكروا علم أهل البيت وأبطلوه الواقع هكذا يقول قارنوا الآن بين منطق العترة فيما يرتبط بنهضة الحسين وبين منطق مراجعكم وخطبائكم ما هو الحديث يتحدث عن هذه الحقيقة وأمثالها إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته إما أن يقتل جسديا وإما أن يقتل معنويا فالراوية إما أن يقتل جسديا بسفك دمه وإما أن يقتل معنويا عبر الأساليب التي تحول فيما بينه وبين الشيعة أن ينتفع من روايته لحديث أهل البيت إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه يتلوه وليس يكتبه لأن الذي يكتب الحديث ما هو براوين ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا لهذا لهذا فإننا جعلنا من قناة القمر نافذة يتلى من خلالها حديث أهل البيت لأن الذي يكتب الحديث على الورق ما هو براوية حديث راوية الحديث هو الذي يحدث بلسانه يروي الذي يروي يتكلم وليس يكتب وهذا هو ديدن رسول الله يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعلمهم من خلال كلامه لا من خلال أن يؤلف كتبا له هذا لا يعني أن تأليف الكتب شيء سيء لكن الأولوية في منهج أهل البيت في الكلام في الكلام وفي زماننا هو الإعلام وعمليا فإن الإعلام هو الأكثر تأثيرا وهو الأقوى والأنفع في نشر فكر أهل البيت أقوى بكثير وأنفع بكثير من الكتب التي تكتب على الورق إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا فأين الهداية في هذه الأمة إذا كان مراجع الشيعة هم الذين يفعلون بروات الحديث هذا وعامة الشيعة تتبعه وهذا الأمر يجري منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى هذه اللحظة وماذا نقرأ أيضا في غيبة النعماني صفحة 245 إنه الحديث الثلاثون بسنده بسند النعماني عن حمران ابن أعين عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه هذا هو حال دين العترة الطاهرة والإمام يتحدث مع الشيعة كأنني بدينكم هذا فيما بينكم كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا متخضخضا جراحاته كثيرة وهو في اللحظات الأخيرة يتحرك من الألم وبعد ذلك بهنيئة ستفارق روحه الحياة ومن هنا فإننا نقرأ في دعاء الندبة الشريف ونحن نخاطب إمام زماننا أين محي أين محي هو الذي يحي يحي القرآن ويحي الدين ويحي أهل الدين سأقرأ عليكم سأقرأ عليكم كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت فيعطيكم في السنة عطاءين إنه صاحب الأمر أما مراجع الدين فإنهم يدمرون هذا الدين أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه ما قال لنا فإن مراجعكم هم صمام الأمان صمام الخراء ما قال لنا هكذا قال هذا الدين سيقتل هذا الدين سيلطخ بدمائه ولن يعيده حيا إلا قائم آل محمد صلوات الله عليه كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا ولذا وظيفتنا التمهيد إننا نمهد لإمامنا الذي يمهد لا يعني أنه على دين صحيح ولا يعني أنه على دين سليم أحاديث أهل البيت تقول لنا من أن الإيمان زمان غيبة القائم يكون ناقصا عند المؤمنين في أفضل أحوالهم في أفضل أحوالهم يكون إيمانهم ناقصا حتى يعود مركز الإيمان حتى يعود سيد الإيمان وأصل الإيمان وحقيقة الإيمان قائم آل محمد كأنني بدينكم هذا لا يزال متخطخضا يفحص بدمه أي صورة عجيبة هذه يفحص بدمه يتقلب لقد سفك دمه على الأرض ومن شدة الألم والوهجع إنه يقلب رجليه يتقلب يمينا وشمالا كطائر المذبوح كأنني بدينكم هذا لا يزال متخطخضا يفحص بدمه ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت وهل هناك غيره إنه قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر